ازاي نتخلص من الافكار يعني انا هتديها تيبس كده ليها ولكل الناس اللي لا حاجتين اتكلموا فيهم لكل ناس اللي عندها افكار بتهاجمها في طريقتين في طريقة انا متعلمها من الدين وفي طريقة متعلمها من المدتاشن من التأمل طريقة اللي في الدين وده كلام شيخ انا بثق فيه هو قالك لما في افكارك تهاجمك او تلاقي الشيطان بيلعب بدماغك ويقولك ناس بتكرهك وده هيخونك غمض عينيك وفي نية في قلبك اقطع بينك وبين الفكرة وقول بسم الله الرحمن الرحيم امانتوا بالله قول امانتوا بالله 3-4-5 مرات وبعدين تذكر صفة من صفات الله صفات الله الرحيم الوهاب الودود انا امان المحسن بقول ايه امانتوا بالله رب العالمين لاني انا بني قدمة بيجيلي افكار زي احد طبعا فدي حاجة واخدنها من الدين اكيني عملت حصني يعني زي وجعلت انا امانتوا بالأيديم سبدا سالي مش بتحبك الحلقة هتطلع بعد الشر وحشة مثلا ففي سري بنيتي بقطع اقول الفكرة دي مش بتاعتي ما تدقين مش بتاعتي خالص دي جاية لي من شيطان حتى من غير صوت امانتوا بالله رب العالمين حتلاقي الشيطان يطلع يجري ويسيبك فحالك دي في الدين اللي في الانرجي بقى او في التأمل انتي عارفة فيه كورسات في التأمل فيه طرق كتيرة جدا 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 تخلي الافكار تهدى ابسطها نوع من التأمل اسمه T.M. Meditation بتدرسه ستة لبنانية جميلة جدا لحد عايز البيانات معاشين فاقول ولا لا بس لو حد عايز انا ممكن بس باختصار بنعمل ايه بنقعد قاعدة مريحة وناخد نفس عميق كده مرتين تلاتة ونقول في سرنا هدوء عشان نهدى ونظبط الستابوتش بتاعت الساعة على عشرين دقيقة ما بنكلمش حد بنقعد كده الافكار بتبتدي تجيلك عادي الافكار لا ينفع ترحبي بيها ولا ينفع تتخنقي معيها ينفع تعملي ايه تلاحظي التنفس تقولي كلمة جوة ذهنك ملهاش معنى زي شزام زي أكلاوة فيه كلام كتير ملوش معنى جبت ايه كلامنا من ايه من الناس اللي درسولي لا انا قاضي شمعنى شزام شمعنى أكلاوة لا انا ملهوم شمعنى اي كلمة ملهاش معنى اي كلمة ملهاش معنى اوكي اكلاوة انا دول الكلام اللي في الزهني دلوقتي واحنا بتتكلم فاهمها قاصدي او ايه ثانية واقول كلمة ايه ثانية افكروا بقى اي حاجة ملاشمعنا نعمل فزورة وريدي جايزة العشرة جنيه جديدة لكل واحدة هيقومني كلفة ملاشمعنا انا حاسة ان التمرين ده يكون بشتت انتباهك او تفكيرك لأي حاجة سلبية لا التمرين ده بيعمل ايه بقى التمرين ده بيعمل فوائد كتيرة اكثر مبدعين في العالم هتلاقيهم اسمهم بيعملوا مليتيشن ده التي ام ومن الناس اللي معروفين في مصر والوطن العربي وهي بتتكلم عن ده وقالت ان انا كنت عزة فهمي حاجة في حتة وبعدين بقيت عزة فهمي في حتة تانية خالص بعد ما وزبت على تي ام مديتيشن ست عظيمة عزة فهم فهو العبقرة والكده ايه فايدة المديتيشن انك بتعيشي قوة اللحظة يعني الوقتي هي نسرين عايشة على طول في الصنابات احنا بيحسن ان احنا عندنا حاجات كده في العقل الاوعي اسمها لحظات مجمدة احنا اتحبسنا اتجمدنا فروزن مومنت جوه الصدمة قصدك انه ايوان صدمة رح تبقافلة علينا وخلاص بيجوان وعايشين بيها بقى هي معاينا بقى بقالها عشرين سنة بقالها فاحنا كلنا محبوسين جوه براويز حديد كده حلوة قوي احنا اللي عاديين نعملها وندهنا ونزبطها حوالينا فاحنا مش عايشين قوة دلوقتي الحقيقية يعني دلوقتي معاكي في الحلقة مركزة جدا ان انا افيد صحبة المشكلة احتمال اكون عارفة انجح في ده بالنسبة كبيرة عشان انا متعلمة كويس في الحتة دي اما الناس العادية عندهم ستين فكرة في دمقهم تريليون فكرة بالدور فالمديتيشن بتخليك تعرف تقيش قوة الان الان انا يعني نسرين تقوله نفسها كده في اللحظة دي انا بامشي على رجلي انا بتنفس انا بخش الحمام انا بشتغل انا محبوبة انا عندي مصدر دخل انا فيه رجل بيحبيني ومتجوزة وهرتبط بيه وبيخاف علي وحاسس بيه وحاسة بيه ودي حاجة مهمة انك تحمدي ربنا لانا فيه وعد في القرآن لقين شكرتم لأزيدنكم فده وعد رباني ده من هكده تعيشي عليه فنركز على النعم بتاعتنا ونحس بدلوقتي دلوقتي ايه اللي حصل دلوقتي لا فيه الختان ولا فيه ماما اللي شعرها ولا فيه خلتي ولا فيه كده فانتي كل ما بتعودي مع نفسك تلت ساعة مركزها في دلوقتي في كلمة ما لهاش معنى بلايش ركزي في الشهيق والزفير او انا ليه بقول كلمة ما لهاش معنى عشان المعاني هتجيب مشاعر وانا مش عايزة لمشاعر والأفتار قلتلك من شوي ان انا اعمل بلاك للحاجات الوحشة عشان احرارها قصدك كده ان انا اركز في حاجة تانية شتى تنتباهي من الوحش مش بس اركز في حاجة ما لهاش معنى بحاجة الفكرة تمشي خالص هحط الخطيب يسمى في الاكل الفكرة دي يا بنتي مش بتاعتك هي جيالك من سنين اخرى من مواقف اخرى لا تخص خطيبك في شيء فهو مش طرف في المعاناة بتاعتك هو مش طرف يا نسرين هو مش معجب بالبنت والبنت مش معجبة بيه هو مش طرف يا نسرين في الرغبة الانتقامية اللي عندك ان انت حس بمنت ازاي انا بعد كل اللي شفته ده احبه وابقى ضعيفة لأ ده انا هسمه فهمها هي عندها عشان كده اقولك تحتمال تكون بايكولة لأ ده انا مش نفكرة كنت ايه والاجر على الله اطلها والاجر على الله ليه يا ماما ولا على الله انا عايزة وضح لها ان المشاعر دي حب ده جميل ما تخصش خطبها طب انا عايزة اتكلم في نقطة مهمة جدا عايزة اتكلم في نقطة مهمة جدا اكسر داي لما حد يبقى لا انجابي مفروض يقول الطرف الاخر ولا لا بسي لا انجابي ده ليه وعلى فكرة اللي هي كانت بادة مش كل الخوف اللي عندها هي مش بس الخوف اللي عندها بتاع جسمي وحيتغير وغير يعني مش ده القصة القصة انه في حد تاني هتحبه اكتر من نفسها وحتضحي علشانه لا طبعا دي حاجة ربنا خلقنا بيا غزبا عنها حبتي هي خايفة هي مهو ده انا ده تحليلي بناءا على اللي حصل بعد ما هي الاول مهو سالي خليكي معايا مهو بالعقل انه يربطني زيادة والضرب والبهدل زي ماما مثلا واو مهو ماشيتي ماشي معايا في التسلسل اهو اه انا قريت القصة وليكو خدت نوص لشانا بقى عارفة امشي بالتسلسل رعب هي الاول لما حبت تجننت طب حست بحيات مش عاملة حسابها عليها وبالتالي لما هتتجوز هتحس بحاجات اكتر مش عاملة حسابها عليها يعني اي حد لا انجابي بيقعد يقول كده بيبهو ده من وراء قلب وده مش ده ضد الطبيعة وضد الغريزة بتاعتنا طبعا ده مش حقيقي صح طبعا يقولك لأ اصلا اجيب طفلة ليه تعذب في عالم مش عارفة مليان معاناية هو ده كلام يا بنتي انا او انا مرة زمان وقبل ما ادرس الكلام ده قبل ما ادرس كده او يتلوي درائي غير ابني انا محسن يا امو محسن ايهو قلبي قلبي امو حياتها وقور عليها ربنا يخصوا يا رب وانا متأكرة مش انا بلست اكيد كل ام كده وده احساس جميل نقطة ضعفك ده ناكي لانه ده يا جماعة ده حتى يعني اقولك ايه يعني ربنا وصف الامومة دي بكلمات في القرآن ما توصفش بيها غير الحمل والوهن بس في الحتة دي يعني كلمة حملاتهم موهنا على وهن دي بس على الام والحمل يا جماعة يعني هي بتقول كده من وراء قلبها طبعا هي هتساعدين سرين سرين هتبقى امو هتتجاوج هتغير بتغير زي الفل مدام هي عايزة تتغير على ايد مين بعد ربنا ربنا جعني سبب ان انا اكون سبب في ده نورب فيني يا دكتور امن ده نورك يا احلى سيدي في الدنيا اسلامي يا رب